المجلس بإنجاز أول قانون في الفصل التشريعي باكورة إنجازات مجلس الأمة تعديل قانون الأحداث وعودة سن الحدث إلى الثامنة عشر عاماً بدل من السادسة عشر الإنجاز يأتي متماشية مع القوانين والاتفاقيات المحلية والعالمية الخاصة بحقوق الطفل اليوم هذه باكورة تشريع بالمجلس إنه يكون من الغوانين اللي تقدمت فيها في بداية دور الإنعقاد وإن شاء الله رح تتوالى الغوانين إن شاء الله تباعاً أمر 16 سنة يبقى طفل وفي جميع المعاهدات والتفاقيات الدولية تبقيه طفل وإنه سن البالغ من 18 سنة القانون يحمل للأمانة آثار نفسية مستقبلية للطفل ولأسرة ذلك الطفل كذلك قانون متناقض مع تشريعات أخرى مثل قانون الطفل ناقض قانون الأحداث قانون الطفل عرف الطفل من 0 إلى 18 وفي قانون الأحداث تم تعريف الطفل من 0 إلى 16 عام فهذا تناقض الأمر الآخر غير تناقضة مع القوانين المعمول فيها بالكويت هناك تناقضات مع القوانين الدولية وكذلك مع المواثيق الدولية التقدم التشريعي لاقى ردود فعل نيابية مرحبة بهذا الإنجاز الذي وضع الأمور في نصابها الصحيح نريد أن نحافظ على الحدث وأن نحميه وأنه قومه وبناء عليه 16 سنة كان أمر خطير والآن صار 18 سنة وهذا إنجاز وسجل المجلس الأمة دوشنت أولى إنجازات المجلس فيما يتوقع النواب أن تتواصل المسيرة على نحو تصاعدي وبتعاون بين السلطتين يترفزون المجلس طارق السهو ترجمة نانسي قنقر